كبري عقلك كبري عقلك يا عم إنما تحكي له عن وجود امرأة ثانية هو تأليف روائي وشقحاته يا عملك الأولى وما يتبقى وما يتبقى من نساء الأرض فروا تهتمال كبري عقلك يا عم كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك يا عم يا عم يا عم كبري عقلك صحة لا 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 ما هناك امرأة ليضاء أو سمراء أو شقراء تستدعي اهتمان أنا لم أرقص في الحب على خمسين حبلا لولا أشت على ألف مقاب أنا لم أرقص في الحب على خمسين حبلا لولا أشت على ألف مقاب إنني أؤمن بالإخلاص في دنيا الهواء فضعي رجليتي في الثلج ونادي كبيري عقل لك كبيري عقل لك يا عمر اشتركوا في القناة 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 في أدباد النساء كنت دوما رجلا لامرأة واحدة وعشيقا جيدا ووحاديا ولا أنا لا أركص في الحب على كمسين حفلاً لولا أشت على ألف مقامي أنا لا أركص في الحب على كمسين حفلاً لولا أشت على ألف مقامي إنني أؤمن بالإخلاص في دنيا الهواء فضعي رجلي في الثلج ونافي كبيري أطل لك يا عبد